بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أهلا وسهلا بكم في شرح الدائس الثاني من الوحدة الرابعة من وحدة سيرة النبوية من كتاب التربية الإسلامية الفصل الأول للصف الخامس الدرس الذي بين أيدينا هو درس عامل حزن ولكن أولا إذا أنت مش مشترك في القناة بتمنى تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات عشان تصلك الفيديوهات أول بأول أيضا بتمنى تعمل لايك للفيديو وشير لأكبر عدد من أصدقائك وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي عشان تستمر القناة وما تتوقف أيضا إحنا أضفنا وسيلة جديدة لدعم القناة عشان تستمر القناة في تقديم المحتوى المفيد لإلكه وهي الدعم عن طريق موقع الباتريون فأي أحد حابب يدعم القناة بإمكانه دعمنا عن طريق موقع الباتريون رابط الموقع حتلاقوه موجود في الوصف أسفل الفيديو أيضا ياريت تتابعونا على جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الروابط كلها بتلاقوها في الوصف أيضا أسفل الفيديو وبتمنى إنكم تتطلعوا على الروابط الموجودة في الوصف أسفل الفيديو حتفيدكم كثير وعشان ما نطولش عليكم خلونا نبدأ بداية سنشرح مقدمة قصيرة عن هذا العام ومن ثم سنذكر دور عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب ودوره في الدعوة وحماية النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا دور السيدة خديجة في مؤازرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء أحداث المقاطعة الاقتصادية وحصار كفار قريش للمسلمين استمر الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته وفي العام العاشر للبعثة توفي أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم فحزن عليه حزنا شديدا وبعد مدة قصيرة من العام نفسه توفيت زوجته خديجة بن خوالد رضي الله عنهما فزاد حزن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى سمي هذا العام بعام الحزن أي يعني بعد انتهاء أحداث المقاطعة الاقتصادية وعندما كانت كفار قريش تحاصر الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول لم يستكن عن دعوة دعوة الإسلامية بل أصبح بل دامة وداومة على الدعوة إلى الإسلام وفي العام العاشر للبعثة توفي عمه أبو طالب الذي كان يحميه من قريش فحزن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا وبعد مدة قصيرة من العام نفسه توفيت زوجته خديجة بن خوالد فزاد حزن النبي صلى الله عليه وسلم ولماذا يأتي سؤال في الامتحان لماذا يسمي هذا العام بعام الحزن الإجابة هي لأن عم النبي صلى الله عليه وسلم وخديجة زوجته توفي في نفس العام سنتعرف الآن على دور أبي طالب في حماية الرسول صلى الله عليه وسلم كفل أبو طالب الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاة جده عبد المطلب وضمه إلى عائلته وأحبه حبا عظيمة حتى إنه كان يقدمه على أبنائه وكان يصحبه معه أينما ذهب وبعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وتعرضه لأذى قريش التي قاومت دعوته كان لأبي طالب مواقف عديدة في حمايته منها عندما حاولت قريش مرارا منع الرسول صلى الله عليه وسلم من الاستمرار في دعوته ووقف أبو طالب حاميا ومدافعا عنه وقال له اذهب يا ابن أخي فقل ما أحبب فوالله لا أسلمك لشيء تكرهه أبدا واستمر الرسول في دعوته وبقي أبو طالب يمثل سندا خارجيا له ويحميه ويدافع عنه ويغضب له ولم تستطيع قريش أن تنال من الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بعد موت أبو طالب حيث اشتدت عداوة قريش له وللمؤمنين وحتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب والذي ضاعف حزن الرسول صلى الله عليه وسلم أن عمه مات كافرا على الرغم من حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على هدايته ودعوته للإسلام كان هنا دور أبو طالب دور كبير في حماية من قريش بداية عندما ولد الرسول صلى الله عليه وسلم كفله عمه أبو طالب وبعد وفاة جده عبد المطلب وقام بضمه إلى عائلته وأحبه حبا كثيرا حتى أنه كان يقدمه على أبنائه وكان يصحبه معه أينما ذهب وعند بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وتعرض النبي لأذى قريش التي قاومت دعوته كان لأبي طالب دور كبير في حماية النبي صلى الله عليه وسلم وحامل منع قريش مرارا من أذية النبي صلى الله عليه وسلم وكان أبو طالب دائما يدافع عنه ويحميه ويقول له اذهب يا ابن أخي فقل ما أحبب فوالله لا أسلمك لشيء تكرهه أبدا وأيضا استمر الرسول في دعوته وبقي أبو طالب يمثل له سندا خارجيا أي أبو طالب كان السند الخارجي للرسول صلى الله عليه وسلم يحميه ويدافع عنه ويغضب له وقريش هنا لم تستطيع أن تنال من النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد وفاة أبي طالب حيث اشتدت عداوة قريش له وللمؤمنين وكان رسول صلى الله عليه وسلم يقول بعد وفاة أبو طالب والله ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب ومما زاد حزن النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته أن عمه أبو طالب مات كافرا على الرغم من أن النبي صلى الله عليه وسلم دائما كان يحرص على هدايته ودعوته إلى الإسلام أفكر صفحة 58 حزن الرسول صلى الله عليه وسلم على وفاة عمه أبو طالب حزنا شديدا لأسباب دنيوية ولأسباب أخروية أستنتجها يعني في سببين عنا سبب دنيوي وسبب أخروي الدنيوي لأنه كان يحميه من أذى قريش الأخروي لأنه مات كافرا سننتقل الآن إلى دور السيدة خديجة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة عمه أبو طالب حزن النبي صلى الله عليه وسلم على وفاة زوجته خديجة رضي الله عنها حزنا شديدا فقد كانت الزوجة المثالية التي وفرت الرسول صلى الله عليه وسلم كل ما يعينه على تحمل مشاق الدعوة إلى الله فهي التي سندته منذ بداية دعوته وأعنته على إبلاغ رسالته فكانت هي أول من آمن من النساء وواسته بنفسها وأزارته بمالها أي سعادته بمالها ووقفت بجانبه ساعة الشدة وخففت عنه كل ما كان يلقاه جراء تعذيب كفر قريش وأذاهم وتكذيبهم لا وبشرها الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة قبل وفاتها وبوفاتها رضي الله عنها فقد الرسول صلى الله عليه وسلم السند الداخلي هنا السند الداخلي هي السيدة خديجة رضي الله عنها أما السند الخارجي هو أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم وظل النبي صلى الله عليه وسلم يذكر السيدة خديجة بالخير طوال حياته وكان يبين للناس فضلها وأحسانها وأثنى عليها فقال ما أبدلني الله عز وجل خيرا منها فقد آمنت بي إذ كفر بالناس وصدقتني إذ كذبني الناس وواستني بمالها إذ حرمني الناس ورزقني الله عز وجل ولدها إذ حرمني أولاد النساء هنا في هذا الحديث يبين الرسول صلى الله عليه وسلم فضل السيدة خديجة وإحسانها بذكره أنها آمنت به عندما كفر به الناس وصدقته عندما كذبه الناس وواسته بمالها أي أعطته من مالها وسندته في مالها عندما حرمه الناس من المال ورزق منها أيضا الولد قضية للنقاش صفحة 59 حزن الرسول صلى الله عليه وسلم على وفاة زوجته خديجة رضي الله عنها وبقي يذكرها بالخير بعد وفاتها على ماذا يدل ذلك؟ يدل ذلك على وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وشدة إخلاصه لافدة أنا مسلم أحب أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وبهذا نكون قد انتهينا من شرح الدرس وسننتقل الآن إلى حل أسئلة التقويم صفحة 60 و61 السؤال الأول أضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة سمي العام الذي توفيت فيه السيدة خديجة وأبو طالب بعام الحزن حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية عمه أبو طالب ودعوته للإسلام إلا أنه توفي كافرا صلى الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر السيدة خديجة بالخير طوال حياته وبعد موتها وهذا دليل على وفائه السؤال الثاني أبين دور أبو طالب في حماية الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمثل سندا خارجيا ويحميه ويدافع عنه السؤال الثالث أستنتج بقول لأبي طالب يؤكد مساندته للرسول صلى الله عليه وسلم فوالله لا أسلمك بشيء تكرهه أبدا السؤال الرابع أستنتج بدليل من السنة النبوية يبين دور أبو طالب في حماية الرسول صلى الله عليه وسلم الدليل هو والله ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب السؤال الخامس أعلل ما يأتي ألف حزن الرسول صلى الله عليه وسلم على وفاة زوجته خديجة رضي الله عنها السبب لأنها كانت تسانده منذ بداية الدعوة وعانته أيضا على إبلاغ الدعوة وكانت زوجة وفية له با استمرار الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته على الرغم من وفاة عمه وزوجته السبب لأنه كان على يقين أن التأييد الحقيقي له هو من عند الله عز وجل السؤال السادس وزن بين دور السيدة خديجة رضي الله عنها والدور أبي طالب في مساندة الرسول صلى الله عليه وسلم دور أبو طالب كان أبو طالب يمثل سندا خارجيا للرسول صلى الله عليه وسلم أي أنه كان يحميه ويدافع عنه وكانت السيدة خديجة تمثل سندا داخليا تخفف عنه وتواسه وتسانده السؤال السابع استنتج ثلاثة من الدروس والعبر المستفادة من أحداث عام الحزن واحد أن الله ينصر رسوله اثنين الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثالثا السبات على الحق السؤال الثامن والأخير أكبر الفراغ فيما يأتي أطلق المسلمون على العام العاشر للبعث عام الحزن بسبب وفاة عمه أبو طالب وزوجته خديجة رضي الله عنهما فقد كان عمه يمثل سندا خارجيا له ولم تستطع قريش أن تنال منه إلا بعد وفاته أما زوجته فكانت تمثل سندا داخليا له التي بشرها الله قبل وفاتها ببيت في الجنة وظل يذكرها بالخير طوال حياته واستمر الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته بعد وفاة عمه وزوجه لأنه على يقين أن التأييد الحقيقي له إنما هو من عند الله عز وجل أصدقاء العزاء هيك بنكون ينتهينا من شرحنا لليوم بتمنى تعملوا لايك للفيديو تشتركوا في القناة إذا أنتم مش مشتركين وتفعلوا جرس التنبيهات أيضا بتمنى تشاركوا الفيديو لأكبر عدد ممكن ولجميع أصدقائكو على جميع مواقع التواصل الاجتماعي اللي حابب يدعم القناة إحنا فعلنا ميزة الباتريون فكافة التفاصيل اللي بتقدروا تدعموا فيها القناة موجودة في الوصف أسفل الفيديو أيضا ياريت تطلعوا على الروابط لموجودة في الوصف أسفل الفيديو حتى تفيدكو كثير في الختام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وإلى لقاء جديد ترجمة نانسي قنقر